الانسان بطبعه يحب المدح مهما كان لا تقول لي أنا لا أحب المدح كلنا يحب المدح إلا من رحمه ربك لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمدح أخاه فقال صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح بل أمرنا أن نحث التراب في وجوه المدحين لماذا؟ لأن المدح أحيانا يجلب لك الغرور يجلب لك على أنك مرائي يجلب لك على أنك لا تذنب لهذا نهانا الإسلام عن المدح لهذا الإنسان يسعى بطبعه ليكون ماجدا في قومه صاحب الشرف المعطاء ما معنى ماجد؟ هو الكثير المعطاء شريف المعطاء الكثير الخير الذي ينفقه على الناس هذا معنى ماجد لهذا أذكر لك مثالا ربما أنت تعلم وربما سمعت عنه حاتم الطائي ألم تسمع عنه؟ الذي ابنه أسلم عدي رضي الله تعالى عنه لكن أريد أن أتكلم عن حاتم حاتم الطائي هذا دخل عليه مرة ضيوف لا يملك طعاما فقام فنحر فرسه تصور ينحر فرس من أجل ضيوف أذكر قصة ذكرت في السير أن عدي رضي الله تعالى عنه كان نائما في خيمته لأن حاتما كان عربيا كان نائما بخيمته فكان عندهم كلب أعزكم الله يكثر النباح نباحا تلو نباح تلو نباح إن زعج عدي رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ أخذ الكلب وألقاه في عرض الصحراء لماذا؟ أزعجه استيقظ حاتم الطائي نظر هنا هناك لم يجد الكلب التفت يمينا شمال لم يجد نادى ابنه قال أين الكلب؟ أعزكم الله قال أزعجني ليلا فأخذته بعيدا ثم قال يا بني أرجع تصور حاتم الطائي يقول لي عدي قال أرجعه يا بني لماذا أرجعه؟ قال أرجعه يا بني فإنه يدل ابن السبيل على خيمتنا انظر هذا الذي كان يصنعه حاتم الطائي كرم عظيم معطاء جواد كريم نحن نقول جواد لماذا كان يصنع هذا حاتم؟ يا ترى قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت ابنة حاتم وسألت عن فعل أبيها وعن صنع أبيها قالت هل ينفع هذا أبانا شيئا؟ ماذا قال؟ إنه قد صنع شيئا لنفسه ما معنى لنفسه؟ أي حتى يمدح ويخلى الذكره فقال عليه الصلاة والسلام وقد أتاها يعني خلاص إلى الآن نذكر حاتم الطائي إلى الآن في زماننا هذا نذكر حاتم الطائي أتاه الله عز وجل ما أراد وقد صدق عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الكافر إذا صنع حسنة في الدنيا كفأه الله عليها وهذا الذي فعله حاتم لم ينفعه ما صنع في الدنيا في الآخرة لأنه كفر بالله جل وعز وشان وتقدس إذن نأتي الآن لمدخل ألا وهو اسم من أسماء الله الحسنة ألا وهو الماجد الماجد هو كثير الخير كثير المعطاء الشريف العجيب أن الماجد لم يذكر في القرآن لم يذكر نعم لم يذكر في القرآن قط ذكر ما هو أرفع منه كوصف ألا وهو المجيد ألا وهو المجيد لكن ماجد من أسماء الله الحسنة سبحانه وتعالى لأنه يكثر الخير والعطايا التي بلا حدود ولا يستطيع أحد أن يحصي نعم الله عز وجل شانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تصور قال نعمة ما قال نعم وإن تعدوا ماذا نعمة الله لا تحصوها لماذا لم يقل نعم سؤال هل فكرت وقلت لماذا لم يقل رب العباد نعم وقال نعمة لماذا لأن النعمة الواحدة أنت لا تستطيع أن تعد النعمة لا أراد الله فوائد النعمة أراد الله عز وجل شانه فوائد النعمة يعني ربما تقول ما فائدة الإصبع نعمة من نعم الله الله عز وجل حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا أراد الفوائد سبحانه وتعالى ربما تقول الإصبع ما فوائد الإصبع أنت الآن المفتاح تمسكه بإصبع جوالك بإصبع لا تستطيع أن تكتب رسالة نصية لأصابعك كل شيء تستطيع أن تصنعه بأصابعك حتى تخليل وضوه بأصابعك لا تستطيع أن تعد فوائد النعمة الواحدة لهذا الله سبحانه وتعالى ماجد كثير العطايا من أعظم العطايا التي أعطان الله إياها لن أقولها ربما أنت الآن تفكر بها ما هي أعظم نعمة أعطاك الله عز وجل إياها هل هي الصحة؟ لا ليست الصحة فالله عز وجل حتى للكافر أعطى الصحة ما هو؟ أعطاك نعمة أنك مسلم من منكم طلب الإسلام؟ كلنا ولدنا على الإسلام الحمد لله هل أنت سعيت للإسلام أم جئت مسلما؟ لهذا هل أنت طلبت أن تولد مسلمة؟ الله عز وجل لشانه أتاك الإسلام على طبق من ذهب من غير سعي منك أليست هذه نعمة تقدر بكنوز الدنيا؟ لأنك مهما كنت عاصية وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم تأتي ولم تأتي بالشركيات ولم تأتي بالأمور الطامات فأنت بإذن الله ستدخل الجنة رغم أنفك رغم أنفك رغم أنفك لهذا أعظم نعمة منحك الله عز وجل إياها ألا وهي الإسلام فاطمئن لهذا الله عز وجل من أسمائه الماجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر